يوما إثر يوم تضيق ميليشيا الحثي وصالح الانقلابية الخناق على حركة التجارة في مدينة الحديدة أكبر مدن اليمن على ساحل البحر الأحمر فعلى مداخل المدينة استحدثت ميليشيا مؤخرا نقاط جباية مهمتها الأساسية فرضا مزيد من الرسوم والجبايات متعددة الأشكال على السلع المستوردة منها الرسوم الجمركية الإضافية خصوصا على السلع القادمة من المنافذ البحرية والبرية الواقعة تحت سيطرة السلطة الشرعية لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فالتجار يواجهون مشكلة إضافية حيث يجري احتجاز بضائعهم لفترات طويلة في أجواء شديدة الحرارة ما يهدد السلع الغذائية على وجه الخصوص بالتلف لا يتحمل التجار كلفة هذه الرسوم والجبايات الإضافية وحدهم في هذه المدينة فالمستهلكون هم من يتحمل أعباء هذه الزيادات التي تصنع الكلفة النهائية للسلع خلف هذا المشهد من حركة المتسوقين في مدينة الحديدة تختفي حقائق مرة عن الوضع السيء الذي آلت إليه أحوال المدينة في ظل السطوة القمعية للميليشيا رواد هذه المحلات قليلون جدا والسبب يعود إلى الوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءا في هذه المدينة جراء الممارسات الاقتصادية للميليشيا كانت أسواق الحديدة في الماضي أفضل بكثير مما هي عليه اليوم إنه الفارق الذي صنعته سلطة إدارية هي الأسوأ في تاريخ محافظة الحديدة ومدينتها ومينائها وفي تاريخ اليمن اشتركوا في القناة